بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويبدون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المخلحون ومن الناس بي يشتري لهو الحديث ليذل عن سبيل الله بغير علم ويدخذها هزوا أولئك له عذاب طهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أغنيه وقارا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقا في الأرض رواسعا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء باء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة لشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعفه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغلب عظيم ووصينا الإنسان بوالدين حملت أمه وهنا على وهد وفصاله في عامين وفصاله في عامين أنشكرني ولوالدينك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تبعهما وصاحبهما في الدنيا معرفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فونبئكم بما كنتم تعلمون يا بني إنها إن تكم الضال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيق خبير يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصدر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خطك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشرك وابدق من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم للا عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة اللفقى وإلى الله عافبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا من رجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الشدون نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلاب والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعضكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يورج الليل بالنهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقباب كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون قبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطن وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في المحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كوّل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحت بآياتنا إلا كل خدار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الضرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلب ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة